حبيبي دائما صورة طبعت نور الشريف في الشاشة المصرية في نهاية الفيلم ترحل حبيبته بوسي لكن في الحياة يرحل نور الشريف مختزنا فيها كنزا فنيا وتاريخا من نور 74 عاما ملأ بالنجاحات والانتصارات التي جعلت منه رمزا من رموز السينما المصرية وانكسارات وانتكاسات لم تكسره بل قوته حتى المرض قومه أشهرا طويلة مع ابتسامة إلى أن هزمه قبل ساعات فأسلم الروح عشق لبنان يعني ما أدرش حدد سببه بس طبعا من المؤكد طبيعة الناس محمد جابر محمد عبد الله أينور الشريف صاحب تاريخ حافل في السينما والتليفزيون والمسرح ولد في أسرة متواضعة تزوج الممثل بوس سنوات طويلة إلى أن انفصلا عام 2006 ولهما صار ومي ومع ذلك سدى الاحترام علاقتهما بدأ مشواره في الرياضة حيث انضم إلى فريق الزمالك لكنه لم يكمل مع كرة القدم فاتجه نحو التمثيل عام 66 وقدم أول فيلم سينمائي بعنوان قصر الشوق عن طريق عد الإمام لتتوالى بعدها المسلسلات والمسرحيات والأفلام أنا طلبت من الشعب اللبناني ينسى كل الطيرات وكل الأحزاب يمكن مؤكد قيادات الأحزاب هتزعل مني أنتوا عايزين إيه يعني؟ نفسي أعرف يعني يعني حرام لبنان الحلم الجميل ده يعني من بقى من 75-76 إلى الآن مش عارفين نستقر وبقى تسراعات بين أحزاب وطيرات يعني أنا حزين يعني أنا حزين بجد في ذاكرة جمهوره طبعت مسلسلات كلن أعيش في جلباب أبي وعائلة الحجم التولي والرجل الآخر وهارون الرشيد وأفلام كعمارة يعقبيان واختفاء جعفر المصري وليلة البيبي دول الذي أثار عام 2007 ضجة كبيرة حيث أدى نور الشريف دور ساجين في سجن أبو غريب العراقي وظهر عاريا تحت التعذيب في أحد المشاهد الحجم التولي كما عرف أخيرا على الشاشة الصغيرة كان الشاب الوسيم في أفلام صنفته الفتى الأول لسيما في أفلام دمي دموعي وابتسامتي حبيبي دائما شوارع من نار وخض تجربة الفساد السينمائي في فيلم الحقنة ترجمة نانسي قنقر